في حال طبق قانون حظر مهمات الأنروا على الأراضي الفلسطينية نكون أمام فعل إضافي من أفعال إسرائيل الهادفة إلى تطبيق عقوبة جماعية بحق غزة الكلام للمتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كلام طلاقي مواقف مماثلة لمسؤولين دوليين تعارض بشدة القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحجة أن حماس تسيطر على أعمال هذه الوكالة وعلى مراكزها ومدارسها لا بديل حاليا من الأنروا لإغاثة الفلسطينيين في المنطقة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الضخمة تعلق الجهات المعنية على قرار الكنيسة وتضيف أن منعها من القيام بمهامها الإنسانية سيكون بمثابة قطع شريان الحياة عن غزة تحديدا كما سيساهم في عملية الموت البطيء لسكان المنطقة لا توجد دلائل حقيقية قدمت لنا على مشاركة أشخاص في أحداث سابع من أكتوبر حتى نتخذ إجراءات ورغم ذلك قمنا بإنهاء خدمات عدد من الموظفين هذه الخطوة مشينة بحسب الوكالة المنهكة من جراء الحرب على غزة ولبنان إنما المستمرة بتقديم خدماتها في مراكزها في لبنان كارثة جماعية ستحل في حال طبقت إسرائيل قرارها بظل غياب تام لعمل منظمات أخرى كما أن الخوف يمتد إلى لبنان في حال قررت الوكالة الانسحاب من المنطقة فيترك وحيدا في مواجهة عبء الحرب من جهة وعبء الآخرين على أرضه من جهة أخرى